ايران وميليشياتها يأمنون تحت وقع العقوبات الاقتصادية والعزلة الدولية نصر الله يستجد الدعم سائرا على خطة روحاني فيما أطلق عليه الحرب الاقتصادية والنجباء العراقية تنظيم إرهابي أوروبا طوق من الأزمات ومخاوف انفراط العقد على وقع بريكسيت وتصاعد الأحزاب اليمينية انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة حاسمة لمصير الاتحاد وماكرون يطرح مقترحات في الوقت الضائع السلام عليكم ورحمة الله ايران تعاني اقتصادها ينهار والخناق يضيق عليها وعلى تابعيها حزب الله في لبنان خطب الإخوة والأخوات على لسان حسن نصر الله مناشدا إياهم التبرع للحزب فيبدو أن أموال طهران وأموال المخدرات لم تعد كافية لتمويل نشاطات الحزب أو لدفع المرتبات وإلى العراق حيث أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية ميليشيا حركة النجباء العراقية وقائدها أكرم الكعبي في قائمة الإرهاب قائلة إن ذلك يهدف لمنع الموارد التي تستخدمها النجباء للتخطيط للهجمات الإرهابية وتنفيذها فما مدى تأثير الأزمة المالية على أنشطة إيران وميليشياتها الإرهابية وما هي خيارات حزب الله تحديدا لإيجاد مصادر تمويل جديدة وما دعا مكافحة الفساد التي أعلن عنها الحزب حيلة جديدة أم عتبة سياسية تحت وطأة الحصار الخانق على إيران تتداعى ميليشيات الملال واحدة تلو الأخرى خاصة بعدما طالتها هي نفسها المزيد من العقوبات جراء أنشطتها الإرهابية في المنطقة علامات الأزمة المالية وشح التمويل ظهرت على ميليشيا حزب الله اللبنانية بعدما انضمت بريطانيا قبل أيام إلى الولايات المتحدة في حظر حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي بشكل تام وتصنيفه تنظيما إرهابيا وحذرت من التعامل مع تلك الميليشيا من أي جهة أو شخص وإلا ستطاله العقوبات وضع خانق لم يجد معه زعيم الميليشيا اللبنانية حسن نصر الله سوى إطلاق نداء استغاثة من حاضنته الشعبية مستخدما نفس مرادفات إيران لدغدغة مشاعر أنصاره ومؤيدية بالتعرض لحرب اقتصادية ونفسية خاصة وأنه لم يخفي قلقه من إقدام دول أخرى لاتخاذ نفس الخطوة البريطانية أن المقاومة بحاجة إليه وهي الدعم يجب أن تفعل أنشطتها بقوة استغاثة تؤكد وطأة العقوبات الأمريكية وتأثير انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني على تجفيف منابع تمويل الإرهاب هذه الحرب ليست علينا وحدنا بالمناسبة يعني اليوم إيران تشديد عقوبات على إيران وفي ضربة جديدة لحزب الله والحرس الثوري الإيراني أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي حركة النجباء وقائدها أكرم عباس الكعبي كإرهابيين دوليين لصلتها بالكيانين المدرجين على قائمة واشنطن للإرهاب ميليشيات كل همها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وحالة سوريا واليمن ليست بعيدتين عن شرور إرهابها بتكليف وتوجيه من إيران الجهة الأم والراعية الأولى للإرهاب وتمويله في العالم وبحسب تقرير سابق لوزارة الخارجية الأمريكية تنفق إيران حوالي 700 مليون دولار سنويا على ميليشيات حزب الله غير أنها لم تكن بعيدة جراء أفعالها من لهيب ونيران الصخط الشعبي الهادر الذي يتصاعد يوميا في ظل الزيادات الحادة في أسعار السلع الأساسية وانهيار العملة المحلية وقيمة أجور الموظفين وقدرتهم على الإنفاق فالاحتجاجات والمظاهرات لا تزال تضرب المدن في أنحاء البلاد أحدثها إضراب المعلمين الذي شمل ألف مدرسة في مئة مدينة إيرانية احتجاجا على التضخم الصاروخي للأسعار في ظل عجز تام من جانب نظام لا يعرف سوى لغة الإرهاب والتخريب وضع لم يخفي الرئيس الأسبق محمد خاتمي تشاؤمه حياله محذرا من تبعات ذلك بعزوف الإيرانيين عن المشاركة في أي انتخابات في ظل حالة اليأس وانعدام الأمل والثقة في النظام ما يجعل البلاد على شفاء بركان قد ينفجر في أي لحظة لبرنامج هنا الرياض شهاب شعلان أهلا بكم للنقاش في هذا الملف ينضم لينا هنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي أستاذ منيف عماشي الحربي وينضم لينا من باريس أستاذ العلاقات الدولية بجامعة باريس دكتور خطار أبو دياب من واشنطن الأكاديمي والباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية دكتور حسن هاشميان أهلا بكم جميعا أستاذ منيف ماذا عن حزب الله بداية وهو أحد أدرع إيران هل لم تعود لا أموال المخدرات ولا بيوت الدعارة ولا السرقات للحزب كافية لتمويله ماذا وراء طلب الإخوة والأخوات حسب كلام نصر الله من توجيه الدعم للحزب ونشاطاته طبعا حزب الله إمكانيات المالية تعتمد على شقين دعم نظام ولاية الفقه واستثماراته بس خلنا نشير إلى نقطة خطرة لعب فيها إدارة أوباما كان هناك مشروع كاسندرا وهو بدأ 2008 وكان يصل إلى شاركت فيه 30 جهاز داخلي وخارجي أمريكي وكان في طريق فرض عقوبات على حزب الله جون بيرنانو كان رئيس السي آي اي في ذلك الوقت 2013 عندما اكتمل هذا المشروع أقنع أوباما بدمج حزب الله كنشاط سياسي ومن ثم تمهيد الطريق للاتفاق النووي 5 زايد 1 فإدارة أوباما قتلت هذا المشروع وهو كان مشروع مهم جدا والآن بوليتيكو مثلا ذكرت أنه يعيد أحياء من جديد هذا كان يساهم في مراقبة نشاط حزب الله في أمريكا الجنوبية في أوروبا في أفريقيا من ناحية المخدرات من ناحية إعادة بيع السيارات المستعملة واحد من الأنشطة التي كانوا يمارسونا أيضا موضوع بيوت الدعارة فهذا يكشف حتى جليا الآن حديث في فنزولة مثلا كان هناك مناجم للذهب كان هناك أيضا أموال المخدرات في أمريكا الجنوبية كلها بدأت تتساقط الواحد تلو الآخر أمريكا الجنوبية كانت أفريقيا وأمريكا الجنوبية المنطقة الذهبية لحزب الله يعني الدرب المنير حركة يسارية في البيرو كان حزب الله يلعب دور فيها فبالتالي لعبوا دور بحيث أن يكون تمويل من نظام ولاية الفقه وأيضا استثمارات حزب الله في مجال التصالات أخم فرح واحد من المجالات الخطيرة ساهمت فيها حزب الله لأنه كان مربح في ذلك الوقت حتى الآن شركته التصالات مربحة أيضا كان كاسندرا سيقوم بوضع عقوبات على إحدى البنوك اللبنانية وأوقفها أوباما كأنه سمح بمساحة من التمويل لحزب الله حتى أتت إدارة ترامب والذي وضعت الاستراتيجية التي أعلنها بيمبيو من 12 نقطة الآن ماذا يحدث؟ بلا شك أول شيء طهران كانت تنتج 3 مليون ومئة ألف برميل وكانت تصدر تقريبا كانت تطمح أن تصدر أعلى من 2 مليون لكن الآن وصلت إلى مليون تعرف أن العقوبات العفاء من العقوبات التي فرضت في 5 نوفمبر 2018 ستنتهي في 5 مايو ولن يتم التمديد لها وجود جون براين هوك ماسك الملف سبب ضيق اقتصادي فادح لنظام الفقه وبالتالي تبعيتها أيضا على حزب الله دكتور حسن هاشميان ماذا عن إيران؟ لأن هناك حالات الفقر تزداد هناك الأسعار مرتفعة للغاية المواطنون لم يعودوا قادرين على تأمين معيشتهم المدير العام لشؤون الأدوية في إيران قال بأن بلاده ستواجه أزمة حادة في توفير الأدوية خلال العام الإيراني المقبل انعكاس كل هذه الأوضاع وأيضا موضوع العقوبات الأمريكية على طهران انعكاسها على ليس فقط إيران وإنما باقي أذرعتها والأنشطة الإرهابية التي تمولها بالتأكيد لها أثر كبير وتعرفون أن التضخم في إيران في بعض الصلاع وصل إلى 200% يعني هناك 200% غلى في إيران وتأثير سلبي على الشارع الإيراني والشعب الإيراني وفي هذه الظروف الصعبة نرى أن هناك أمار تذهب إلى حسن نصر الله والحوثي وبشار الأسد وما شابه ذلك أنا أعتقد الآن ما قام به حسن نصر الله حول توجه إلى الأخوة والأخوات لدعم حزبه ماليا وما شابه ذلك يرجع إلى قضية أثارت في داخل إيران قبل مد حسن نصر الله أعترف بشكل واضح وقال بشكل واضح بأن كل شيء الذي يملكونه يأتي من إيران من أكل إلى لباس إلى أي شيء يأتي من إيران وهذا اعتراف واضح كان من حسن نصر الله هذا الموضوع أثر بشكل سلبي في الشارع الإيراني حسن نصر الله تعرفون أنه مكروه في الشارع الإيراني يعني هو يندعي أن نظام إيران وإيران تدعمه ولكن لا يستطيع مثلا يحضر في مدرسة أو في جامعة في إيران ويخطب إلى الشارع الإيراني هو يعرف نفسه أن مكروه وغير مرقب وغير مرحب به في الشارع الإيراني لذلك عندما اعترف كل أماله وأمال جدا باهضة تصل إلى مليار دولار سنويا تأتي من إيران هذا أثر ضجة في داخل إيران وهناك احتجاجات قوية أكثر من ما كانت في السابق احتجاجات في الشارع هناك رأينا شعارات قوية طلعت في المظاهرات ضد حسن نصر الله وحزب الله بعد هذا الموضوع لذلك هو أراد يخفف من هذه القضية أو يعدل من هذه القضية بعد أن مسؤولين إيرانيين ذهبوا إلى لبنان وتحدثوا معه ولا يتي على سبيل المثال ذهب إلى حسن نصر الله وتحدث في هذا الموضوع أيضا محمد جوال ضريف ذهب وتحدث في هذا الموضوع جهانغيري مساعد الرئيس الإيراني أيضا تحدث عن هذا الموضوع لذلك حسن نصر الله أراد أن يعدل ما قاله سابقا وتأثيره على الشارع الإيراني حتى هذه الأممال تأتي إليه ولكن أن الأممال الإيرانية تصل إلى حسن نصر الله بتقدير أن هذه الأممال ستستمر إلى حسن نصر الله وأكبر دليل على ذلك أن علي خامني على الرغم الضغوط الأوروبية وعلى الرغم الضغوط المتعلقة بحكومة حسن روحاني ومتعلقة بمحمد جوال ضريف علي خامني أصلى عدم دخول في معاهدات قسيل الأممال المعاهدات الدولية القسيل الأممال هذا معناه أن علي خامني يريد استمرار إيصال الأممال إلى حسن نصر الله وغير حسن نصر الله طيب دكتور خطار بودياب ماذا عن التعامل الآن هناك لبنان موقفه يعني هو لا يستطيع حسب مراقبين أن يفعل الكثير الحكومة اللبنانية بالنسبة لحزب الله لكن ماذا عن العراق الآن صنفت حركة النجباء المدعومة إيرانيا على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية وتم منع التعامل معها والعقوبات ستطل أي شخص أو مؤسسة أو دولة تتعامل معها ماذا سيكون موقف العراق في هذه الحالة وموقف باقي الدول برأيك تحياتي لكم ولفريق العمل للضيف الكريم في الاستوديو وللضيف العزيز من واشنطن ولكل من يتابعنا يعني حتى لبنان بإمكانه العمل يعني الرئيس من شلعون عليه مسؤولية كما وزير الخارجية جبران بسيل ورئيس الحكومة سعد الحريري جبران بسيل عندما فرضت بريطانيا العقوبات وأعلنت أن حزب الله بجنحه هو تنظيم إرهابي انبرج بسيل إلى الدفاع عن حزب الله وقال هذه مقاومة عون انبرأ أمام مسؤول البريطاني وقال لهم أن الامتداد الإقليمي لحزب الله لا يؤثر على لبنان هذا إذن موقف سلبي ولذلك برأيي أن الغرب الذي يضغط حتى على الدول العربية في الخليج لمساعدة لبنان من خلال ما يسمى مؤتمر سادر نحن أمام لحظة استحقاق من أجل قول الموضوع لأن حزب الله من خلال التلويح بمكافحة الفساد يحاول اتهام كل الطائفة السنية من خلال أحد أكبر رموزها فؤاد السنيورة ويحاول اللعب على وطر الفتنة من أجل حماية نفسه من المحكمة الدولية الخاصة باغتيار رئيس الحريري ومن أجل أيضا استباق العكوبات وبالفعل من دون موقف للدولة اللبنانية هل تعني في لبنان يعني دكتور خطار أن حزب الله يحاول تسويق نفسه من جديد للأوروبيين للأمريكيين وهو على قائمة الإرهاب نعم بأنه يمكننا طيب ماذا عن العراق يحاول السيطرة على لبنان يحاول السيطرة على لبنان كما يحاول السيطرة على العراق بشكل تام والآن في العراق حركة النجباء مقابل تصنيف حركة النجباء وربما هناك مجموعة أخرى من الحجد الشعبي وحصل اشتباكات بين الأمريكيين والحجد الشعبي الآن حتى الآن الحكومة العراقية معطلة بقرار من إيران أما أن يأتي وزير الدفاع تابعين مباشرة لقاسم سليماني أما لا حكومة في العراق الرد الآخر هو المطالبة من سحاب القوات الأمريكية هادي العامري الممثل رقم واحد لقاسم سليماني اليوم في العراق يقول أنه يتوجب على الحكومة أن تدرج بند الاستغناء عن الأمريكان وإذا كانوا سيكون هناك للتدريب أو لمهام أخرى عليهم التصريح عن ذلك والعراق لا يريد التزام بالعقوبات ضد إيران وبالأمس فضح السيد روحاني المسألة قال البسدران أي الحرس الثوري يتاجر مع العراق بالدولارات ليؤمن العملة الصعبة من العراق ولكن يقول لنا أنهم يعطونه المال بالدنار العراقي نحن إذن أمام وضع هناك محاولة لاستحواذ العراق هناك محاولة لأحكام السيطرة على كل هذا المحور الأمبراطوري كما أسميه ومن خلال وحتى لو لم يكن عند إيران الآن المال هناك وسائل أخرى من أجل جلب الأموال ومن أصلا المالكي عندما كان رئيسا لحكومة العراق هو من أنجد بشار الأسد وهو من أنجد إيران أيضا بالمال إذن هناك تفتيش عن وسائل أخرى لإيجاد الأموال لهذه الأذرع الإيرانية طيب لأن توقف لنتابع على الفاصل عن حركة النجبال العراقية آخر الحركات المنضمة للائحة الإرهاب الأمريكية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أولا سيد يعني عندما يقول حزب الله بأنه سيحارب الفساد هو الذي كان يمول نشاطاته من المنخدرات بيوت الدعارة من أموال طهران من أموال الإرهاب عن أي فساد يتحدث كيف سيحارب هذا الفساد بزعمه وما هي الأسباب هل هو لتمويل الحصول على تمويل جديد أم عتبة سياسية يريد أن يتقدم أو يقدم صورة جديدة عنه ربما ما كنتش في النقاب عن مشروع كاسندرا أنه واحدة من التوميلات التي جاءت لحزب الله كوكاين مليار دولار وبيع السيارات المستعملة في أفريقيا بثلاثمائة مليون دولار بلا فساد فهو يرفع شعرات لأنه تدغد الخطاب الشعبوي لكن خلنا أخي مفرح في نقطة مهمة وخطيرة يلعب فيها حزب الله الآن في لبنان وهو محاولة خلق تيار سني تابع لحزب الله محاولة خلق تيار ماروني حتى في إبدال جبران بسير مستقبل لو حدد أي خلال تابع لحزب الله ويصبح متنفذ سياسي تيار أرثودوكس أيضا مؤثر هذا ظهر عفوا لمقاطعة ظهر جليا في تشكيل الحكومة الأخير خاصة في الجانب السني نعم في ستة أعضاء المطالب ما هو الهدف فالهدف التمكين بحيث أنه ليس فقط في الطائفة الشيعية مع حركة أمل أصبح يسيطر على المشهد في إبراز أسماءه مهاجمة السنيورة واحد من رموز تيار المستقبل هي تصب في هذا الاتجاه الصراع مع سمير جع جع تصب بين حزب الله وسمير جع جع تصب في هذا الاتجاه فهو الآن يعمل على مشروع أكثر خطورة من المشروع الحالي وهو أن يصبح متمكن من المشهد السياسي بحكم بحكم الدستور اللبناني الذي ينصع المخاصصة الآن هم يريدون أن يصل لهذه المرحلة وهذه المرحلة الأخضر طيب دكتور حسن هاشميان روحاني قال أنه اقترحت على خامنئ قيادة البلاد في ظل الحرب الاقتصادية الآن خامنئي رفض وقال الحرب الاقتصادية بقيادة الرئيس لماذا رفض خامنئي برأيك واضح لأن هناك نواقظ كبيرة في موضوع الاقتصاد صحيح أن خامنئي يستطيع أن يعطي شعارات فضفاضة عن مسائل مختلفة ولكن الاقتصاد فيه أرغام وفيه عدد ويجب يقول أن أنا عملت كذا لخفض التضخم الموجود البطالة هناك مؤشرات واضحة خامنئي لا يستطيع يلعب عليها لذلك دائما هو يتحدث من على المنبر ويوعظ للآخرين ولكن لا يدخل للساحة يريد حسن روحاني موجود في الساحة وهناك معركة عظيمة معركة أساسية في موضوع الاقتصاد حسن روحاني يعرف ما معنى البطالة ما معنى التضخم ما معنى المشاكل الاقتصادية ولكن علي خامنئي يريد بعيد عن المعركة ويعطي الشعارات فقط وبالمناسبة الآن حسن نصر الله يتحدث عن الفساد وهو ينسخ أو يستنسخ نفس النظام الموجود في إيران الذي يتحدث عن الفساد ومكافحة الفساد يعني بيت علي خامنئي هو خارج الغانون في كل الشيء هو خارج المحاسبة في كل الشيء ودائما يتحدث عن مكافحة الفساد الآن حسن نصر الله يستنسخ نفس الشيء في داخل لبنان تعرفون أن لديه منظمة خارج الدولة في موضوع التجارة وموضوع كما تفضلتم المخدرات وغير المخدرات لديه منظمة اتصالات مستغلة لديه مجموعة مسلحة مستغلة خارج الدولة في لبنان هذه كلها هي أسباب الفساد هذه كلها هي التي تشكل الفساد كما شكلت الفساد في إيران من تحت رئيس طالما أنها هي أسباب الفساد لماذا يقول حسن نصر الله أنه نحن بدأنا معركة يقول لمكافحة الفساد عبر فتح ملفين أو أكثر ونحن أمام مفصل وجودي يجب العمل لتجنيب لبنان الإفلاس والانهيار المالي والاقتصادي ما هي أهداف من وراء هذه الشعارات هذه الحرب يعني كما تفضل أحد الضيوف هناك صراع موجود في داخل لبنان بين الأطياف المختلفة وحسن نصر الله يريد أن يتهم الأطياف الأخرى الأطياف التي تعتبر منافسة له وتريد أن تفضح الحقايق حول ما يعمل حزب الله حول ما يضرب الدولة اللبنانية حيثما يصبح عميل إلى الدولة الفارسية ويفرض رؤية الولي الفغي على اللبنانيين عندما يريد هناك شخص أو حزب أو اتجاه وطني في داخل لبنان يتوجه ويتحدث عن الحقايق والأعمال والأجرام التي يرتكبها حزب الله حسن نصر الله يأتي تحت عنوان محاربة الفساد وتلطيخ الجميع وضرب الجميع في هذه الوسيلة هذا هو هدف حسن نصر الله ولكن هو يعرف جيدا أن الفساد لم يتم الغضاء عليه بهذه الطريقة وهو مؤسساته التابعة له من الاقتيالات من المسال المالية وبالمناسبة وزير المالية ويأتي من حسن نصر الله وجماعة حسن نصر الله وهناك بنوك ومصارف تعمل خارج المؤسسات الدولية والمالية وهي خاضعة لحسن نصر الله طيب دكتور خطار كنت تتحدث عن إمكانية إيجاد مصادر أخرى ما هي هذه المصادر هل هي خارجية أم داخلية في لبنان تحديدا لحزب الله وكيف تتقاطع وتتعارض مع العقوبات الأمراكية بالفعل نحن أمام نوع من تمويه لأنه في النهاية كأن السيد نصر الله يريد أن يجمع التبرعات لجماعته من خلال الكلام عن المقاومة المالية ومقاومة الفساد وفي اتجاه العقوبات وأنه بحاجة لذلك لكن في الحقيقة هو عندما طلب وزارة الصحة نعلم جيدا أن هناك الكثير من الجرحة ومن المعاقين في الحرب السورية من هذا التدخل في الحرب السورية وعلى فكرة من يحرك صواريخ الحوثي هم كوادر من هذا الحزب نعم ومن يحرك إذن حتى من درب الحجد الشعبي ومن تدخل في سوريا أول تدخل هم من هذا الحزب ولذلك هؤلاء الكوادر الآن بحاجة إلى عناية ونتيجة الأزمة المالية يحاولون تحميل ذلك لوزارة الصحة اللبنانية أي أنهم يستخدمون الدولة اللبنانية وفي الأساس مرافق الدولة اللبنانية من مطار ومرافق وأماكن أخرى مستباحة ليس هناك من قدرة هناك دولة داخل الدولة أقوى من الدولة اللبنانية طيب باختصار قبل أن ننتقل الملف التالي إذا استمر الوضع كما هو دكتور خطار اسمح لي لبنان كما هو استغلال وزارة الصحة المطارات كل المنشآت الحكومية هل لبنان في طريق إلى أن تفرض عليه عقوبات أمريكية وأوروبية باختصار خاصة بعد تصريف الحزب إرهابيا في بريطانيا العقوبات الأمريكية يمكن أن تطال لبنان أكثر أتى آخر مرة مسؤول أمريكي كبير هو مساعد وزير الخارجية لم يقم بزيارة الرئيس الجمهورية وهناك الآن وزير الخارجية بومبيو الذي سيأتي إلى لبنان الأسبوع القادم نحن إذن نعم أمام تصارر الخطوات وبالفعل إنقاذ لبنان مسألة ملحة ولكن هناك الآن سعي من قبل حزب الله أنا برأيي حزب الله يمكن أن يحضر أيضا لحرب إقليمية نعم عندما وضع على باب المحك في العام 2006 قام مع إيران بحرب إقليمية وقام بتدمير لبنان وبعد إذن يطلب من العرب إعادة أعمار لبنان ويشتم العرب بعد ذلك هذه هي دائرة مخردة التي تستمر حتى الآن برغم تصريح ساترفيلد بأن هذه العقوبات الهدف منها حزب الله ويحاول أو تحاول إدارة الأمريكية تجنيب الشعب اللبناني آثارها ابقى معي دكتور خطار وأيضا أستاذ منيف للانتقال إلى ملفنا التالي وأشكر من واشنطن الأكاديمي والبحث المتخصص في الشؤون الإيرانية دكتور حسن هاشميان بعد قليل نتابع في هون الرياض مصير الاتحاد الأوروبي رهن مزاج ناخف في انتخابات البرلمان المقبلة مي أمام تصويت حاسم بشان بريكسيت الثلاثاء وماكرون يروج لمقترحات وتحديات لإنقاذ المنظومة الأوروبية عزيزة أوروبا آن أوان التجديد عنوان مقال للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في صحيفة الجارديان توجه ماكرون بحديثه لعموم الأوروبيين ليس بسبب الروابط التاريخية والثقافية المشتركة وإنما بسبب الوقت العصيب الذي تمر به أوروبا كما قال وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها ماكرون عن ما يتهدد أوروبا أو يقدم اقتراحات لشعوبها فقد طالب بإنشاء جيش موحد والخروج أيضا من عباءة التبعية الأمريكية لكن البعض يرى أن كلمة السر هي في التوقيت فهي تأتي قبل الانتخابات الأوروبية والخوف من صعود القوميين فيها فهل تحذيرات ماكرون واقعية وما معنى أن يحذر تارة من أمريكا وأخرى من روسيا وما هو السيناريو الأوروبي في حال فوز اليمينيين وهل يرى ماكرون شيئا لا تراه كل أوروبا إنقاذا لأوروبا قدم الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون مجموعة من الأفكار للحفاظ على كيان الاتحاد الأوروبي في ظل المخاطر التي لم يتعرض لها من قبل في إشارة إلى العديد من التحديات خصوصا مع ما يشهده التكتل من انقسامات حادة كالخلاف الأخير بين فرنسا وإيطاليا على وقع احتجاجات السطرات الصفراء التي دخلت أسبوعها السابع عشر إلى مشكلة بريكزيت وخروج بريطانيا الذي لم يتبق عليه سوى ثلاثة أسابيع وتصاعد المد القومي اليميني الشعبوي في أنحاء القارة بشكل أصبحت معه الفكرة الأوروبية مهددة بالانهيار خطر يوضح سبب تشدد بروكسل مع لندن في شروط طلاقها اتفاق الانسحاب لا يمكن إعادة التفاوض بشأنه إذا كانت بريطانيا في حاجة لمزيد من الوقت يمكننا النظر في أي طلب تمديد فقط إذا كان مبررا بخيار جديد من بريطانيا لكن لن نقبل إطلاقا تمديدا بدون تصور واضح عن الهدف الجاري تحقيقه إعادة نظر شاملة بفضاء شينجن إنشاء مصرف للمناخ عقد مؤتمر لأوروبا إقرار حد أدنى للأجور على المستوى الأوروبي إنشاء مكتب أوروبي للهجرة وشرطة مشتركة للحدود اقتراحات حاول الرئيس الفرنسي عرضها لوضع تصور أفضل لمستقبل الاتحاد الأوروبي وأعينه مصوبة على الانتخابات الأوروبية المقررة في السادس والعشرين من شهر مايو القادم من أجل نهضة أوروبا خارطة طريق جديدة دفعت مكرو إلى حد رفع المحظورات حتى في مراجعة معاهدات التكتل نفسه كما لم يغلق الباب في وجه بريطانيا المغادرة معتبرها شريكا كبيرا في مجال الدفاع أفكار أيدتها زعيمة الاتحاد المسيحي الديموقراطي في ألمانيا إنجريد كرام بكارين باور الخليفة المحتملة لميركل في منصب المستشارية وإن تحفظت على الأفكار الاجتماعية كالأجور بينما في فرنسا يراهن حزب التجمع الوطني بزعامة اليمينية المتطرفة ماري لوبين ومعه أحزاب المعارضة يراهنون على حالة الإحباط التي يعيشها الشارع الفرنسي وترجمة ذلك في صناديق الاقتراع الأوروبية عقابا للخيارات السياسية والاقتصادية لولاية ماكرون لتظل الانتخابات القادمة هي الحاسمة لمصير الفكرة الأوروبية ومستقبلي القارة العجوزة لبرنامج هنا الرياض رندا فتحي أهلا بكم من جديد واصل في هذا الملف مع ضيفي هنا في السوديو الكاتب والمحلل السياسية الأستاذ منيف عماش الحربي من باريس وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة باريس دكتور خطر أبو دياب وينضم لينا من بروكسل الإعلامي والمحلل السياسية الأستاذ سلامة عطلة معه أبدأ أستاذ سلامة هل تحذيرات ماكرون واقعية ما هي الأمور التي تتهدد أوروبا يراها ماكرون ولا يراها غيره بلا شك أنها تحذيرات واقعية على أعتاب الانتخابات الأوروبية في مايو القادم هناك خوف من طرف النخاب السياسي الحاكمة في أوروبا من صعود الأحزاب الشعبوية هناك عوامل داخلية لا علاقة بالغضب بانتفاع الرفاه الاجتماعي والاقتصادي في القارة كذلك هناك عوامل في آليات اتخاذ القرار داخل التكتل الموحد لم يعد بالإمكان داخل الاتحاد الأوروبي أن يتم الإجماع على قرارات مصرية ومهمة هناك أولويات مختلفة على طرفي القارة هناك من يرى بأن التهديد الخارجي يكمن كأولوية من الشرق من روسيا تحديدا وهناك من يرى أولوية لإعطاء الاعتبارات الأمنية باتجاه التهديدات القادمة من الجنوب من البحر المتوسط ومن منطقة الشرق الأوسط وبالتالي العوامل متعددة عوامل لها علاقة بآليات اتخاذ القرار بعمل المؤسسات الأوروبية عوامل داخلية لها علاقة بغضب الناس وعوامل خارجية على وقع التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأخير الذي يواجه الآن تحدياته بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي بأن أمريكا أولا ليس في وجه الآخر وإنما في داخل التحالف الغربي لم يعد ممكن القول بأن السياسة الغربية هي سياسة واحدة لها أولويات واحدة وإنما الاختلاف جذري داخل هذا التحالف الذي لم يعد قائما عمليا طيب دكتور خطار يعني لم تحظى أوروبا يقول ماكرون بهذا القدر من الأهمية منذ الحرب العالمية الثانية مع ذلك لم تتعرض أوروبا لمثل هذا الخطر من قبل يعني ما هي الأخطار هو لم يسمي لا أشخاص ولا منظمات ولا أي شيء فقط قال هناك أخطار تتهدد أوروبا يعني ماذا قد تكون برأيك أصلا إذا عدنا إلى التاريخ رأينا كيف أن القرن العشرين حفل حتى 1945 بحروب عديدة مدمرة منها حربين عالميتين وقبل ذلك القرن التاسع عشر لم يكن ذاك القرن السلمي في أوروبا حيث كانت كل الحروب تنطلق منها إقليمية وعالمية ولذا أوروبا كسبت معركة السلام بالتنمية ولكن أيضا بوحدتها الاقتصادية وبتطور العمل الأوروبي المشترك ما يحصل الآن منذ 2016 منذ البريكسيت منذ هذا الطلاق الذي يرتسم الآن مع بريطانيا آخر هذا الشهر وأيضا هناك صعود شعبوي صعود لأحزاب شعبوية لا تؤمن بالفكرة الأوروبية من إيطاليا إلى هنغاريا إلى النمسا حتى إلى داخل فرنسا وألمانيا البعض يصل إلى السلطة لذلك الانتخابات البرلمانية هي فرصة معينة من أجل تصويب المسار والقول بالإمكان إيجاد إعادة السياغة للمشروع الأوروبي رفع الصوت لأن ما يحصل في أوروبا الآن من احتجاجات اجتماعية ما يحصل أيضا من مشاكل اقتصادية ما يحصل من صعود شعبوي من عنصرية كل هذا يمكن أن يذكرنا بمرحلة نشوء الفاشية والنازية وهذا ما يخاف منه مكرون بالذات يخاف من شبح العودة إلى الزمان المظلم في أوروبا طيب يعني أستاذ منيف طرح ثلاثة محاور لتحديث بنية الاتحاد الأوروبي قال الدفاع عن الحريات العامة التعبير عن الرأي علاوة على الدفاع عن القارة الأوروبية بمجملية ليس من السخرية أن يتحدث مكرون عن الدفاع عن الحريات العامة والتعبير عن الرأي وهو الذي تعامل بطريقة يعني كانت غريبة كما قال البعض على أوروبا مع أصحاب السوترات السفراء مثلا ما في شك ولكن إذا تسمح لأخي مفرح ما هي مأزق أوروبا؟ أوروبا أصلا في الحرب العالمية الثانية لم تستطع أن تحسم المعركة لصالحها من حسمها روسيا وأمريكا حتى موت ماريالتا كما يقول واحد كان عبارة عن زعيمين ستالين روزفلت وعقل سياسي اللي هو تشارجر في أزمة البوسنة والهارسك والصرب لم تستطع أوروبا أن تحمي نفسها وكان الرفض الأوروبي من التدخل الأمريكي في الثلاثة وتسعين ولم تحسم هذه المعركة إلا بالتدخل الأمريكا واتفاق دايتون في خمسة وتسعين فأوروبا بطبيعتها لا تستطيع أن تحمي نفسها بنفسها لماذا ماكرون مرة يحذر من روسيا وتدخلاتها المستقبلية وأنها ستهدد أوروبا ومرة من أمريكا وسيطرتها على أوروبا ويدعو إلى إنشاء جيش موحد والخروج من العباء الأمريكي دعونا نرجع للفكر السياسي الفرنسي الألماني تعرف شارد يقول كان ضد النيتو أيضا في تسعين متران طرح فكرة الجيش الفرنسي الألماني وقال جورج بوش العب في ذلك الوقت أن النيتو هو ذراع الولايات المتحدة في أوروبا فلو تلاحظ أنه دائما من أوروبا الموحدة الـ 28 دولة عبارة عن الصوت الاقتصادي ألمانيا والصوت السياسي فرنسا ولكن هذا الصوتين والدعم المالي للولايات المتحدة وحتى في موضوع النيتو طالب ترامب أن يرتفع إلى 2% ثم إلى 4% فأوروبا لا نأخذها أنها قوة عظمى أوروبا دائما تحمي نفسها بتدخل خارجي أيضا أوروبا الآن في تباين كبير يعني بعد الأزمة المالية في 2008 بدأ صعود اليمين لماذا صعد اليمين؟ صعد اليمين بشكل واقعي وفعال في النمسا في 2015 26 صوت ثم لوبان مع ماكرون في الجولة الأولى كانت الند للند وهذا كان تطور كبير ما هي مخاوف الأوروبيين من صعود اليمين باختصار؟ الأوروبيين مخاوفهم لأن الأحزاب السياسية في أوروبا هي يسار ووسط فأحزاب اليمين الآن هي الطارية ما عدا إيطاليا كان اليمين الليبرالي في فترة من الفترات لكن هذا هي صراع سياسي ولكن اليمين يصعد في أوروبا بقوة حزب البديل الألماني الآن وصل إلى 12% في الانتخابات فوصول اليمين مفرح في ألمانيا وفرنسا إلى سدة الحكم سينهي الاتحاد الأوروبي سيد سلامة عطالله هذا أمر مطروح الآن في أوروبا خاصة مع أن أحزاب اليمين المتطرف تمتاز كما قيل بالحشد السريع وتأييد الجماهير وهذا ما جعل مكرون يحذر من محرذين غاضبين مدعومين بأخبار مزيفة يعيدون بكل شيء ولا شيء وكانوا يتحدث على شيء أيضا وهذا ما جعل مكرون أيضا يركز على ما يركز عليه اليمين المتطرف فيما يتصل بالهوية والأمن هو أخذ هذين الشعارين هذين الملفين المحوريين وضمنهما في رسالته الموجهة للمواطنين الأوروبيين حول نهضة أوروبية اليمين المتطرف يصل مباشرة إلى مخاوف الناس يغذيها يحاول استثمارها وصولا إلى مكاسب سياسية ولكن يبدو واقعيا ومنطقيا في نظر الكثيرين سواء فيما يتعلق بملف الهجرة الأمن والهوية ومن الملاحظ في الفترة الأخيرة بأن حتى اليمين الوسط الحاكم في أوروبا بدأ يتبنى عمليا الرؤى المتعلقة بالهجرة المطروحة من قبل اليمين المتطرف وبالتالي هذه الشعارات اليمينية المتطرفة المقنعة للمواطن الأوروبي وتحاول النخب السياسية الحاكمة أن تفرغها من الخطاب اليميني على الاعتبار بأنهم فقط يقولونها ولن يفعلوا وهم أكثر واقعية طيب دكتور خطار أقل من ثلاثة أشهر تفصلنا عن الانتخابات البرلمانية الأوروبية بالتالي في حال فوز اليمينيين ما هي السيناريوهات في أوروبا؟ أعتقد أن فوز اليمين المتشدد أو الشعبوي أو تحالفاته متعذرة حسب استطلاعات الرأي نعم هي ستخرق هنا وهناك ولكن إذا وصلت وحتى بنسبة الربع فهي تفرض نفسها كقوة سياسية داخل أوروبا وهذا يشكل انظارا حقيقيا للمستقبل الأوروبي بينما إذا كانت اكتفت ما تحت 20% فهذا يعني أن الخطر أقل ستكون إذن فرصة لقياس اتجاهات الرأي العام وإذا كان قد مقتنعا بالمشروع الأوروبي وبوجوب إحيائه والطناضي أم لا أظن من هنا ماكرون يحاول خوض المعركة مبكرا كزعيم لهذا الطيار المسمى التقدم الأوروبي الذي يسعى لعادة نوع من الروح نفحة جديدة للاتحاد الأوروبي وتجديد هذا الاتحاد كما قال الأستاذ سلامة مع التنبه لما يروجه الطيار الشعبوي حول مسألة الهوية والأمن والخوف من الآخر ضمن برنامج لأنتروبول أو شرطة أوروبية موحدة حدود أكثر رقابة يحاول إذن القول أن أوروبا لا تعني فقدان الأمن وأنه بدل الأفضلية الوطنية الأفضلية الأوروبية أكثر وبتقديري الصراع سيكون حاد ولذلك من هنا نرى التوتر بين فرنسا وإيطاليا لأن من يقود الحملة المضادة سيكون سلفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي طيب هل تتفق دكتور خطار مع ما ذكره ضيفي هنا أستاذ منيف بأن أوروبا لا تستطيع وحدها مجابهة المشكلات الكبيرة أو الحروب يعني بدأ هذا واضحا في البريكسيت مثلا حتى الآن لا حلول بالطبع أوروبا ليست فقط في هذه المسألة يعني مثل الأستاذ في الاستوديو عن البلقان مثل مهم جدا ما يجري أيضا في أوكرانيا والدول المجاورة لروسيا دول البلطيق بولندا تخشى روسيا دول الإسكندنافية تخشى روسيا هناك إذن من الواضح أن أوروبا نجحت في أن تكون كتلة اقتصادية عملاق تجاري ولكنها بقيت ذاك القزم العسكري والسياسي إنها منكشفة استراتيجيا أمام الولايات المتحدة الأمريكية من دون الحماية الأمريكية وضعها الصعب ولذا وإن كان ساركوزي ينادي بجيش أوروبا موحد يحمي أوروبا ولكن في الأساس من دون المضالة الأمريكية حتى إشعار آخر لا تبدو أوروبا قادرة عن الدفاع عن نفسها لأن البرلمان الأوروبي مهامه لماذا تشكل الانتخابات المقبلة حلقة مفصلية في مستقبل الاتحاد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يمينيون ولا يملكه الوسطة واليساريون هل هناك صلف أوروبي وربما هذا ما ظهر وأخر الحلول لكثير من مشكلاتها ماذا؟ دعني أشير إلى مؤتمر براغ ديسمبر 2017 تعرف طرحت في وثيقة الأمم صاحبة السيادة فطرح اليمين الأوروبي يتوحد الآن ستيف بانون يلعب دور مهم في هذا المرحلة ولكن أيضا لديهم مشروعهم مشروعهم مطروح وهو أنه اتحاد الشعوب التعاون خارج الاتحاد الأوروبي حل المفوضية الأوروبية حفاظ الدول على مصالحها السياسية والاقتصادية فهذا المشروع للعودة إلى الدولة الوطنية يغري الشعوب خاصة الشابة تعرف أنه النجوم الخمس مثلا طرحت خمسة نقاط وشكلت حركة سياسية 2009 رغم أنها ليست يمنية مقارنة بالرابطة الإيطالية لكن اليمين يتوحد في أوروبا مقابل تراجع اليسار والوسط تعرف اليسار والوسط في فترة من الفترات كان لديها مؤتمر الاشتراكية العامة والدولية وينسق المواقف الآن اليمين أكثر تنسيقا للمواقف سواء في ألمانيا سواء في فرنسا سواء في تشيك سواء في هولندا سواء في النمسا فتنسيق المواقف بينهم استطاعوا يشكلوا الآن التوقعات أنه في الانتخابات القادمة بعد 13 يفوزوا بضعف ما لديهم الآن في البرلمان الأوروبي وبالتالي توحيد المواقف الأمر الثاني يدركون تماما ماذا يريد الشعب الأوروبي الشعوب الأوروبية كيف يدخدقون هذا العواطف كيف يستخدمون الخطاب شعبوي ولكن أيضا لديهم برنامج مهم يعني معظم الشعوب الأوروبية أنه لم يستفيدوا من الاتحاد الأوروبي لم يصلوا إلى نتائج لازالت الهجرة مفتوحة يعني سيد سلامة ما قاله ضيفي هنا بأنه لديهم قدرة اليمينيون على التوحد أكثر من الأحزاب الأخرى في حزب الحرية في اتلاف مع اليمين الوسط في النمسا تشكيل اتلاف حكومي بين اليمين الراديكالي العصبة وحركة النجوم الخمسة في إيطاليا بالتالي هناك قدرة على تشكيل الائتلافات وهناك قدرة على مواجهة المشكلات وأيضا دغدغة مشاعر الناخب الأوروبي لأنهم يمتلكون القدرة على التعامل مع ردود الفعل شبه الجماعية المنتقدة وبعضها الغاضب من السياسات الحالية وبالتالي يمكن لكل هؤلاء أن يجمعوا أصوات مقابل بدء التفكك داخل اليمين الوسط حزب الشعب الأوروبي الآن أكبر كتلة نيابية في البرلمان الأوروبي يشهد انكسام على وقع المطالبات بعزل فيكتور أوربان وهو أحد أعضاء رئيس الوزراء المجري إذن ردود الفعل من موروث اليسار الذي بدأ ينحسر ومن موروث اليمين الوسط كل هذه عوامل يمكن أن تجعل اليمين المتطرف أكثر قدرة ولكن كما قال الأستاذ خطار لن يفوز بمقاعد كبيرة ولكنه سيبقى معطلا للجهاز التشريعي الأوروبي إن حصلوا على مقاعد مهمة ضعف الذي حصلوا عليها في السابق حينما تعطل الجهاز التشريعي الأوروبي فإن ذلك بلا شك يحقق لهم أحد أهم أهدافهم وهو تفكيك هذا المشروع الموحد دكتور خطار في أقل من دقيقة يعني ما لم تتمكن حتى الآن من أي تأمين أي تغيرات في اتفاق بريكسيت الأحزاب التقليدية في أوروبا عليها مواجهة أن هناك أزمة تواجهة في تغير مزاج الناخب الأوروبي وعليها أن تتعامل معها لكن هناك درس مهم لبريكسيت أن الخروج من أوروبا ليس بالسهل وأن أوروبا لا تزال تغري وأنه لو أجري استفتاء جديد في بريطانيا لربما طلب الناس البقاء ضمن الاتحال الأوروبي بالرغم من كل نقاط ضعفه يبقى الاتحال الأوروبي قوة جاذبة وأحسن مثل للعمل الاندماجي الإقليمي طيب وربما الكلمة الأخيرة هي للناخب في شهر مايو المقبل يتوجه مواطنون دول الاتحال الأوروبي السبع العشرين إلى صندوق الاقتراع الانتخابي حوالي سبعمائة وخمسة من أعضاء البرلمان الأوروبي شكرا جزيلا لك دكتور خطار أبو دياب وأيضا أشكر الأستاذ سلامة أعطالله وضيفي هنا الأستاذ منيف عماش الحربي وشكر موصول لكم مشاهدينا في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة